الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائنا الطلاب وفي درس من دروس التربية الإسلامية للصف السابع الأول متوسط فقد وصلنا إلى الدرس الثاني من الوحدة الخامسة موضوعنا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام من هو سيدنا إسماعيل؟ أين سكن؟ ما صفاته؟ ماذا قال الحق تبارك وتعالى في حقه؟ سيدنا إسماعيل الله عز وجل قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا سيدنا إسماعيل أبوه هو سيدنا إبراهيم خليل والرحمن سيدنا إسماعيل هو أبو العرب من الأنبياء فإليه ينتهي نسب النبي عليه الصلاة والسلام أمه هاجر فكان لسيدنا إبراهيم كان لديه زوجتين هاجر وسارة سارة لم تكن تنجب بلغت من العمر فتزود هاجر سيدنا إبراهيم فأنجبت له ولدا سماه إسماعيل كان سيدنا إسماعيل كمختصر نذكر القصة قبل أن نقرأ من الكتاب سيدنا إسماعيل كان رضيعا فنزل جبريل عليه السلام على سيدنا إبراهيم أن خذ زوجتك هاجر وابنك الوحيد الرضيع وقيهما في الصحراء سيدنا إبراهيم كان لا يناقش كان لا يكثر الكلام فأخذ زوجته وابنه الرضيع وتوجه إلى الصحراء إلى أن وصل لمكان لا يوجد فيه لا ما ولا بشر ولا حياة فأنزل زوجته وابنه الرضيع ثم عاد فالزوجة قالت يا إبراهيم أين تتركنا؟ سيدنا إبراهيم لم يقل لها لم يقل لها أن الله تعالى أمرني بذلك يا إبراهيم أين تتركنا؟ فالمرأة قالت يا إبراهيم أأله أمرك بذلك؟ هل هذا أمر من الله؟ فهز رأسه ولم يقل شيئاً فضربت المرأة الدابة قالت اذهب فإن الله لن يضيعنا هذا يقين المرأة المؤمنة بالله عز وجل سيدنا هاجر هي وابنها الرضيع في صحراء لا يوجد ما لا يوجد شيء فتركت ابنها وأخذت تبحث عن شيء رأت سراباً فتوجهت لمكان فلم تجد سراب لا يوجد ما رأت سراباً بعد مسافة قريبة في صحراء ركضت ثم رجعت ثم ركضت ثم رجعت ثم رجعت إلى سيدنا إسماعيل وإذا الله تعالى أكرمه بأن نبع ماء من تحت قدمه هذا الطفل الرضيع فكان هذا الماء هو ماء زمزم عند مرأة الماء قليل أخذت تجمع التراب فتقول زمزم تجمعه تجمعه فسمي زمزم أما عندما كانت تمشي إلى السراب وتذهب وترجع تذهب وترجع فذاك جعله الله تعالى سنة لنا اقتداءاً وتذكيراً بسيدنا هاجر فكان المكانين الصفى والمروى فعندما يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام يسير هذه المكان سبع أشواط الصفى والمروى ليتذكر كيف تلك المرأة الموقنة بالله عز وجل المتوكلة على الله بقيت وحدها هي والله عز وجل وطفلها الرضيع الذي لا يستطيع أن يفعل شيء هذه القصة باختصار الآن نقرأ مقتطفات من القصة إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن خليل الله ورد اسمه إسماعيل عليه السلام في القرآن إثنتا عشرة مرة مقروراً بالمدحي والثنائي وبيام بعض خصائصه وشمائله فقد منى الله عليه بالهداية إلى صراط المستقيم واجتباه للنبوة من أجل دعوة الناس للتوحيد وإرشاده من الخير والفلاح كما أسبغ عليه القرآن المجيد صفات الصبر من صفات الصبر والحلم والصلاح كان ماراً بأبيه سيدنا إبراهيم مشاركاً له في إنجاز أعماله الرسالية في دعوته إلى الله عز وجل صابر على الأذى في سبيل الله حمله أبوه وطفر رضيع وأسكنه وأمه هاجر في واد غير ذي زرع كان ذلك المكان هو مكة المكرمة فنشأ هناك متحملاً ألم الغربة والوحشية والوحشة الآن نتوجه إلى الأسطر الباقية سيدنا إبراهيم دعا الله عز وجل قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فكان ذلك المكان هو مكة المكرمة ذكرنا لكم القصة الوادي وكيف كانت تسعى وتكريماً لها صار من مناسك الحج فيما بعد فكل من يحج إلى بيت الله الحرام عليه أن يسعى بين الصفة والمروة سبعة أشواط وهذا تكريم من الله سبحانه لهاجر لصبرها على حكمه ولما أوحى الله إلى سيدنا إبراهيم ببناء البيت الحرام كان البيت الحرام الكعبة كانت هناك قواعد لكن الرمال قد غطت هذه القواعد وسيدنا إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد سيدنا إبراهيم بنى على هذا القواعد الأساس لكن كان مغطى بالرمال فسيدنا إبراهيم وساعده ابنه إسماعيل بنوا الكعبة بالحجارة وحتى ماذا؟ حتى يدعو الطائفين والعاكفين والركع السجود إلى زيارة بيت الله الحرام الله عز وجل ذكر صفات لسيدنا إسماعيل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ولد سيدنا إسماعيل بعد أن تزوج إثنى عشر ولدا وإليه يمتد نسب النبي عليه الصلاة والسلام عاش سيدنا إسماعيل بعد أن قدم إلى البشر على مدى الزمان أروع الأمثلة في الصبر على حكم الله الدعوة إلى الله الواحد ظل بارا بوالدته حتى توفيت تلك المرأة الصابرة الصالحة التي تقبلت ما فرضه الله سبحانه عليه من غربة عليها من غربة ووحشة بقلب يملأه الإيمان فدفنها ابنها إسماعيل عليه السلام بجنب البيت الحرام بجنب الكعبة في مكان بجنب الكعبة قوس صغير يسمى حجر إسماعيل هناك دفنة السيدة هاجر وكذلك دفن سيدنا إسماعيل بعد وفاته بجنب أمه بعد أن قدم لنا من سيرة حياته ما يملأ قلوبنا بالإيمان والصبر والشجاعة وبر الوالدين الآن ما هو الوظيفة؟ ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هي حل أسئلة المناقشة أن تحفظ الأجوبة من هو سيدنا إسماعيل؟ في أي واد أسكنه الله تعالى ومن أمره وأباه بالبناء بماذا يتصف سيدنا إسماعيل؟ سفات سيدنا إسماعيل التي ذكرت في الشرح والتي ذكرها الله تعالى في الآية في الآيتين السعي بين الصفا والمروى من مناسك الحج من أين جاءت؟ ما هي أسباب السعي بين الصفا والمروى؟ ولماذا؟ خامسا وأخيرا أين دفن سيدنا إسماعيل عليه السلام ووالدته نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم نسأل تعالى وأرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته